أنا عشنا أنا ما الشي اللي كان يحس في نفسي ليس نفسي أنا لست وانا واعتصد ولكن لو تاركي كنا نشوف عقاداء والله كانوا عندنا لأنك الوقت يوم سونا عقيدة وأكبر كنا نشوف عقاداء مدارس راح حوزهم وشفنا كابرانات دخل كابرانت يعقل يا سيدي الواحد خال عريف في مكتب يخرج منه لواء في نفس المكتب أيعقل واحد كان يحسب بفرط كابران يحسب بفرط وراط يولي لواء أيعقل واحد خال بلونكاردي في الأمارين يخرج جنرال عميد هذو حالات حقيقية حقيقية عشناهم بالأسامين عرفوهم وكل الإطارات اللي كانوا قارين نزهام تخال فيه إلا تم طردهم والأخطر من ذلك احنا وش عشناه والله كل إطار تورط في نهب وسرقة والله كان يطلع في الرطبات يطلع في الأكوية حتى تتبع به مدير هذا الشي اللي كنا نحن يحس بأن هذي عمالة يعني بصراحة أكثر من العمالة أخطر تدمير البلاد أنا هذا الشيء على السؤالي حاب نطرح للتوفيق اليوم خلينا بغض النظرة عنك أنت كنت حبت تشبث بالسلطة بالمنصب لماذا دمرت الجزائر من أجلك لماذا دمرت الجزائر لماذا حرمت الجزائر من أحسن إطارات انتاحها أنا أقول لك كلمة سيدي تعرف لحساب من كان يعمل هؤلاء أكيد لا أخدم فرنسا أنا أقول لك كلمة كان يعمل فرنسا من قبل كان يعمل فرنسا ومن 1990 هذا الشيء كان عامي لفرنسا لأنا أعطيك مثال بسيط ونروح بعيد شوف نعطيك بين الجزائر الدولة السورية جمهورية العربية السورية في الأزمة هذه لما تصبيع المخابرات الفرنسية وقاتلها لبدوا معلومات قاتلهم لا نتبادل معلومين جهاج وهاز ولكن إلا حتى تصعرفوا بالدولة تعملوا مع الدولة حلى وقت لي كانت فرنسا تزال فينا كي تيوكي وكانت تهين فينا وكانت تهم الدولة بالجيش هو اللي يقتل كانت في سيتوفيق وجمعت وكان في السابق المرسول البباشر تاعه واسماعين لواء اسماعين كان يضار تم يدي المعلومات كانت فرنسا تسير في الجيش استعلم من ذلك الوقت يعني هاو تشوف فرق بين دولة بين السورية اللي رفضت مخابرات الفرنسية إلا عن طريق الخارجية أو رئاسة السورية وإحنا في ذاك الوقت فرنسا تهيننا وتسبب فينا ومسلطة الإعلام متاحة علينا وتتهم في الجيش في القيام بس العربي الاتهام بالعمل الفرنساشي يعني شي كبير بصراع كيف له ليه كبير لا السؤال اللي نطرح لك فيه سؤال يا رجل هذا شي عشناه لعلى بليس ولا ولا لاتكلمت أنا ربما عندي جرأة والله الإطارات اللي عندهم معطيات والله بالألاف لو لاتكلمت سيدي الفريق كان واضح فيها المجاهد لا نفع鬼 لا نفعmetro في تونس حتى الثلاثة وستين ما تخل الجزائر هو استغفضة هربية في بداية الثلاثة وستين لأنه هو لما كان موس موس وش معنى؟ في بيزارت في تونس ارصاء السفينة سفينة التجارة الفرنسية ارصاد في تونس هو نزل مع واحد يسموه مونبير من القل كان كبير عليه في السن جاء ودخلوا لكل دي كادر في تونس في الستينات بداية الستينات وقال كاد في تونس اول مهمة بتاريخ اناير نحن المهمة بعد جزائر المستقلة انهوا يؤثروه جندي له كانوا جندي لأن الواحد دير اوبراسطي الراديو وما انجحش من ابدأت لكل دي كادر في تونس اول واحد دير اوبراسطي الراديو أول مهمة بعد الاستقلال من تونس راحوا في شاحنات ليبيا ريكي بيروت لزارشيف مطرابلس ثانيا سيدي لما نقول مجاهد أنا عشت في الثورة أنا تربوني مجاهدين لأن الوالدي كان مجاهد وبعد أخذت لي كل أبدا كان مجاهدين من ضباط صف وضباط المجاهدين كنا نعرف فرق بين المجاهد والمزور هو في أخلاقهم وفي حبهم للوطن هذا ما يحبوش الوطن ما عنده مش أخلاق تعمل مجاهدين لأن الثورة مبادئ وأخلاق والمجاهد عنده هذه المبادئ أما من تسبوك ما من الثمث بالحديد بالحديد تونسي زاد في تونس عايش في تونس في الواحد وستين بعثته جبهة جيش التحرير بعثته للعلاق دخل في تلاث وستين جزائر عرف الجزائر في تلاث وستين فهل يو تسميه لمجاهد تقول الله يا ناس التعق بجيش التحرير لكن لم يكن مجاهدا لأن مجاهد كلمة كبيرة يا راجل يسي العربي شريف بالراحة لكن أنا نقول لك في المعطيات اللي يقولوها الجزائريين إذا كاين هذا الحديد وهذا الحقائق التحق بجيش التحرير ولم يكن مجاهدا التحق بجيش التحرير هو بن حديد ولم يكن مجاهدين لكن هذه الحقائق ما يعرفوا الجزائريين هذا نحضر فيها اليوم لما عمرنا بجدنا فرصة أول مرة نسمح أنا شخصيا أول مرة نسمح توفيق مدين محمد كان يخدم منظف في المرشان فرنسيز حتى للستينات أرصاء البابور كان معي وعد يسمون موبر من القل التحق في زوج بليكو ديكادر صيب وحكمنا عيطه بابا عيطه بابا وحكمنا 25 سنة وحكمنا 25 سنة لماذا أنا نقولك إن ما حطوا توفيق باش نست الجزائريين أنا نقولك من بك اللي كان الصدع للقيادة هو جهاز المخابرات أول مرة طاحوا كانوا يجيبوا من برأة أنا نقولك هذا الكلام قالوا حتى المرحوم رب يرحمه اللي كان رئيس مودير المركز الأمن العسكري العميد الله يرحمه لك حالعياط لك حالعياط لك حالعياط قالوا وقالها حتى بنتي مرة في الحياة أنا سمعت من الناس قالوا حتى بنتي مقالها قال جابونا من برأة باش نكسروا الجهاز كنت خلقيننا هذا جهاز مهمتع وخدمنا البلاد أول مرة قالوا واحد من داخل الجهاز جابوا يضمر الجهاز جابوا توفيق لماذا حطوه لأنه باسيف ما عنده حتى مريح ينهبل في البيجي كان يأكل فيه البيجي وعمر كثيرا ويصدى حتى واحد وفي ذاك الوقت استعملوا وحطوه واحد ليما يصدعهم شو خذوا وش عمله اللي ما لذاك الوقت خالد نزار حطه حطوا خالد نزار في ذاك الوقت لمن كان تابعه لمن كان تابعه خالد نزار وجمعه لا لما لأنه لما تعرف الأصل خلينا لا لما أعكد ولكن أحب أن أفهم حاجة واحدة تعرف بلي توفيق باش طلعوا عقيد في ذاك الوقت باش تطلع عقيد لازم يكون عندك منصب تعمل مدير مركزي باش شوف يطلع عقيد سوطار جابو لا عطاوه مدير المنشآت العسكرية مدة سالة باش طلع عقيد وعندورده جاز الأمن يعني هذا يعني لا لا هو كميل جاز هو في الأيام هو باسيف هو عمر شوف لا المنشآت العسكرية مش محابرات مش محابرات مدير المنشآت الجيني تعالى في راستيكس بالإنجازات والتنمية والبناءات عطاوه مدير مدة سالة بايط العقيد لأن هذا سيد كان محضر هنا تفهم علش العربي بالخير لما كان في ناحة العسكرية الثانية مع سشال رحمة الله عليه جابو جابتوا فيق مدير جهوي ثم وبدأ هو يحضر فيه حتى وصل إلى مدير أمن الجيش في ذلك الوقت كانت البيطروا بعدين ولا رئيس وبعد يسعونه هذه الدائرة لأنها دائرة أصبحت تحيز أكثر من تسعة مديريات كبرت وكي يقولك تسعة مديريات معنى كان البيطروا تعمل تسعة مديريات ينهب